رغم حداثة سنها إلا أن آلاء جامبيك البالغة من العمر 24 عاماً تريد أن تترك بصمتها الإيجابية على البيئة فهي تعمد إلى تمزيق الأوراق التي تجمعها إلى قطع صغيرة قبل أن تصب عليها الماء وتضربها في الخلاط لكي تعيد تدويرها في فكرة منزلية فريدة منتجات آلاء من الورق المعاد تدويره قابلة للزراعة فهي تضيف بعض بذور الأعشاب كالبقدونس والنعناع والزعتر إلى الأوراق لكي تزرعها لاحقاً بعد الاستخدام أما الفكرة فاستلهمتها الشابة الأردنية عندما رأت معظم زملائها يتخلصون من كتبهم ودفاترهم الجامعية القديمة برميها في سلة المهملات ترى آلاء أن إضافة البذور للورق ساهم في زيادة الوعي عند الناس حيث بدأوا يفكرون بالورق ومصدره وماذا يحل به بعد رميه فهم يرون بعينهم أن نباتاتهم تكبر بفضل البذور الموجودة بالورق فيما تعرض آلاء منتجاتها في متاجر الكماليات وتبيعها عبر الانترنت وباعت حتى الآن أكثر من 800 بطاقة ودفتر وتقول إن الطلب آخذ في التزايد فالوعي غدا أكبر عند الناس بأهمية إعادة تدوير وأصبحوا يميلون أكثر لشراء المنتجات الصديقة للبيئة